يا عم إسلام أنا عندي بلايستيشن فور وشفت أخبار كتير وشوية حاجات كده بتتكلم على الداونجريد أو الرجوع بالسوفت وير على البلايستيشن فور موضوع ده بجد ولا الموضوع ده بهزار ولا إيه عم إسلام معلش شرح لي بقى معلش معلش هندسة أنا زهقت ناس كتير بتسألني بخصوص الداونجريد بخصوص الرجوع بالسوفت وير على البلايستيشن فور النهاردة هشرحه لكم تفاصيله كلها رغم منك وتشرحت قبل كده في فيديو ولكن هديكم الخلاصة النهاردة وهقول لك الموضوع ينفع ولا ما ينفعش معاك وهل فعلا حقيقة ولا كدبه كل ده هنشرحه في فيديو النهاردة كل عليك تسمع الفيديو بالراحة هتلك قهوان سكافية عصير أي حاجة وهتسمع الفيديو بالراحة وتابع للآخر وهتعرف كل التفاصيل السلام عليك إزاقات أولا أخبارك عامليني يا رب خير دعمل معك أخوك إسلام فايد في فيديو جديد أخوك إسلام فايد عشان أنتو حبيبي وأخواتي وبما أن احنا أخواتي وحبيبي ننزل حضرتك عامل سبسكرا واشتراك وفعل الجرش ونصلك كل الفيديوهات كده أنت أخو يا حبيبي كمل الفيديو للآخر وركز معي وما تستعجلش عشان الفيديو ده هتفهم فيه كل التفاصيل الخاصة بالداونجريد من الألف للياء وهل هو مفيد ليك ولا مش مفيد ليك وإزاي تعمله ومين يعمله ومين ما يعملوش كل ده هنشرحه في الفيديو مبدأين يا رجالة كده الداونجريد ده مش لكل الناس لأن أنا من وجهة نظري هو مش داونجريد يعني هو مش رجوع بالسوفت وير بالكامل يعني تقدرش تقول لي أنا دلوقتي أي سوفت وير أقدر أرجع لأي سوفت وير تاني لأ أنا بقدر أرجع في حاجات معينة يعني في حالات معينة وهشرح لكم يعني بس مبدأين خلينا نخش في نقطة الحاجات اللي أنت بتحتاج عشان تعمل الداونجريد ركز معي لازم تجيب شوية الحاجات اللي قدامك في الصورة دي وكان شرحها موديد ويرفير وشرح كل التفاصيل بتاعتها ولكن أنا بلخص لكم الموضوع موضوع صعب الموضوع مش سهل مش أي حد يقدر يعمله موضوع محتاج حد متمارس جدا في اللحام أنت بتعرف تلحم البردة والحاجات الالكترونية والزير وتفاصيل كتير قوية تكون بتعرف تقيس الفولت يعني محتاج حد متمارس في اللحام يعني حد يكون موضوع في الالكترونية عشان يعرف يستخدم مش أنت تقدر تعمل الموضوع ده ببساطة الموضوع هيبقى ريخي ممكن يبوص لك البردة بتاعتك على جهاز البلاستوشن فولت بتاعك فمبدأين خلينا نبقى متفكين إن مش أي حد يقدر يعمل العملاء دي ولكن ولكن نحن هنفترض أن انت عايز تروح لحد المتخصص يعمل هل ينفع أي حد يروح يعمل لا لبقى الموضوع ببساطة رجالة تعالي لخصه لكم كده في مثال أهقول لكم مثال المثال ده هيفهمكو كل حاجة وهتقول لي أيوة أنا كده فهمت وهو كالتالي دلوقتي همعلم لو أنت في لعبة اللعبة اللي أنت بتلعبها دي وصلت للنقطة معينة أو مستوى معين كل الألعاب فيها حفظ سيف بتعمل حفظ للألعاب أنت دلوقتي عملت حفظ للمستوى ده صح؟ لو أنت مت بترجع لأنهي ملف لملف الحفظ الأخير صح ولا أنا غلطان هو ده اللي أنت بتعمله كل اللي أنت بتعمله أنه أنت لو على صفتور 9 بتقدر تعمل حفظ لملفه معين أو صيغة معينة من على البردة من على البيوس من على السيسكون بتاع البردة وبتبدأ تاخد الملف ده تحفظه عندك وتبدأ تاخد السوفتوير تحفظه عندك بالبرامج بالألعاب بكل حاجة موجودة بس لازم الملف اللي بيتاخد منين من على البردة عشان كده ركزوا معي في النقطة دي بعد ما بتعمل حفظ بقا للملف ده زي لما بقول لكم إيه بتعمل حفظ لللعبة أنت وصلت للمستوى معين وحفظته أنت دلوقتي وصلت للمستوى ده وحفظته طيب أنا يا عمي إسلام أقدر أرجع من أي سوفتوير 9 تالتة مثلا لسوفتوير 9 ما أنا لسه بقول لك أنت حفظت المستوى بتاع 9 وخدت ملف من على المستوى ده 9 زي اللعبة كده تقدر أن انت ترجع له تاني وتقدر أن انت بعد ما ترجع له تروح تاني للمستوى اللي بعده وترجع من المستوى ده لأن انت عملت إيه ملفين حفظ عملت ملف حفظ فوق وملف حفظ تحت زي ما بتجي تسجل مثلا على جهاز البلستيشن أو الجهاز اللي انت بتلعب عليه بيقول لك تعمل سيف على رقم واحد ولا على رقم اثنين أوقات ممكن تعمل على رقم واحد لما تحتاج تخش على رقم واحد تخش ولو عملت حفظ على رقم اثنين لمستوى تاني قدام تقدر أن انت تروح للمستوى اللي قدام أو ترجع للمستوى اللي وراء هو ده اللي انت بتقدر تعمله بتعمل زي ملفين حفظ على جهاز من جهاز البلستيشن على جهاز الكمبيوتر بتاعك او على الهارد تاني وتبدأ ان انت تروح وتيجي عليهم حتى انت بتعمل هاردين يعني ممكن تعمل هاردين هارد كامل للبرامج والالعاب الخاصة بسوفت وير 9 وهارد تاني للبرامج والالعاب اللي هي على احد السوفت وير ايا كانت 10 أو 71 او ايا كانت رقم السوفت وير بتاعك هو ده اللي انت بتعمله فانت ما ينفعش ترجع من اي سوفت وير كل اللي انت بتعمله زي ما قلتلكم حفظ يا رجال يركزوا معايا في المثال ده لان هو المثال ده هيفهمك اللعبة فما ينفعش اي حد يرجع للسوفت وير ده طب انا انصح اي حد اصلا معدل الجهاز بتاعه على سوفت وير 9 ان هو يتجرب الموضوع ده او يعمل الموضوع ده مبدئيا الموضوع اصلا هيبقى مكلف جدا ما تفكرش ان الموضوع هيبقى ساحل الحاجات والمعدات اللي انت هتستخدمها المعدات دي اصلا هتكلفك مبلغ يعني ممكن عشان حد يعملها لك متخصص هياخد منك فوق الالف جنيه مش ياخد منك اقل من الف جنيه علشان يعمل لك الخطوات دي ويعمل لك التكاليف دي بالمعدات دي والموضوع فيه خطورة كمان انت اي ممكن لقدر الله يحصل مشكلة في البوردة ولا حاجة فلا تبوي ليه انا بالنسبة لي لا وبعدين اللي بيلعب اونلاين غير اللي بيلعب اوفلاين خلينا نبقى متفكين 90% من الالعاب اللي انت بتلعبها اونلاين انت بش تلعبها اوفلاين الناس اللي بتلعب اونلاين بتلعب مثلا بتلعب الالعاب كتير انت اصلا ما بتلعبها على الاجهزة اوفلاين او المعدلة الالعب اللي بيلعبوها الناس اللي بتلعبها اي حد عايز يلعب لعبة قصة مثلا لعبة قصة ارب جي مش عارب ايه حاجات بسيطة مش عايز يخش في الانلاين او ما بيلعبش اونلاين لانه هو اصلا مش عايزش حين اشتراك بلاص فبالتالي ده غير ده وده غير ده فانا ما نصحش اي حد معدل الجهاز بتاعه يخش في الموضوع ده الموضوع مش مستاهل انت مش محتاج انت عايز تلعب اونلاين هتبيع الجهاز وتلعب اونلاين زي ما قلتلكو الطريقة مش سهلة الطريقة صعبة جدا لازم تجيب المعدات دي وبعد كده تبدأ ان انت تتركب قطع على البردة وتاخد منها اسلاك وتوصلها في القطع دي وبعد كده تاخد الاي سي وتاخد منه ملفات موال طويل 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 ان هو مالوش لازمة هو لو وجوده وجوده هيبقى حلو ان هو ممكن يفتح لنا مجال ان احنا ممكن نوصل لنقطة ان احنا نقدر نعمل بالكامل من اي عالي مسلا او نستخدم طريقة معينة ناخد بها نركب بها اي سي او نركب بها حاجة عليها تاني اللي هو تسعة مسلا على برضه يكون اللي ركب عليها تسعة تلاتة بطريقة ما او باسلوب ما يبدأ ان هو يبقى فيه ان انت ترجع من تسعة تلاتة لسوفت وير تسعة او ان كان حدوشة مسلا تسعة من غير ما تكون واخد ملفات من على سوفت وير تسعة غير كده من وجهة نظري مالوش اي لازمة وده رأيي الشخصي طبعا ممكن انت تعترض معايا او تتطفق معايا برضو سيقولوا رأيكو في الكومنتات هل انتم موافقين على ان لعب اقوله ولا مش موافقين ففكرة انا شرحت لكم يا رجالة يعني ما تشغلوش دماغو بيها دلوقت الحد ما نشوفه يمكن يبقى فيها تطور في المستقبل بالنسبة لتعديل السوفتات لسه حاليا ما فيش اي جديد بخصوص تعديل على السوفتات الجديدة ولكن في بعض الاخبار ان سوفت وير هداشر كده ممكن يبقى فيه صغره ولكن كل التفاصيل دي ان شاء الله هنستنى نشوفها وانا شرحت النقطة دي الوجهة نظري في الفيديو ده قبل كده لو عايز تبص عليه عشان تعرف وجهة نظري وايه الجديد في سوفت وير حداشر بس لو الفيديو عقابكم ورجالا ما تنسوش الدعم ما تنساش اشتراك لا تنساش تبص على الفيديوهات القديمة هتلاقى فيها حاجات كتير تفيدك لا تنساش تدعمني لو انت من الناس المنتصبة شكرا لك بجد شكرا لكل واحد بيخش معها الانتساب جديد وشكرا للناس القديمة وشكرا للناس اللي بتجدد الاشتراكات بتاعتها في الانتساب وما تنساش تحذبني عركب باية قهوة وتخش معايا الانتساب اشوفك الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة